اوكي بسم الله الرحمن الرحيم هسا عدنا الفيزيولوجي بالنسبة لفلويد كمبارتمنت احنا بالاساس نفترض وجود شخص وزنة 70 كيلو فهذا السبعين كيلوغرام ملقدهم 60% من هذه السبعين هو عبارة عن ماء يعني 60% من جسم اي شخص هو عبارة عن ماء والكمية المتبقية يعني 40% من وزنه هو ليس ماء يعني ممكن عضلات ممكن اعضاء او اي شيء اخر فما معنى ليس ماء طيب هذا الماء اللي هو يشكل 60% من وزن هذا الشخص ينقسم الى ثلاث اقسام ثلاثين يعني ثلاثين هذا الماء هو عبارة عن ماء موجود بالسلز داخل الخلايا وتقريبا رح يساوي هذا وزنة 28 كيلو يعني على افتراض ان الشخص وزنة 70 كيلو فقلنا 60% من جسم ماء وثلثين من هذه 60% يعني 40% من هذه 60% هي عبارة عن انترا سيليلر فلوود اللي هو يعادل تقريبا 28 كيلو بحالة هذا الشخص يعني اللي وزنة 70 كيلو والثلث الاخير من هذا الماء قلنا الماء يعني رح يقسم ثلثين بثلث بالواقع فثلثين هو داخل الخلايا والثلث موعدة هو خارج الخلايا اكسترا سيليلر فلوود فاللي هو تقريبا انه يساوي وزنة ما يقرب 14 كيلوغرام فهذا يتشكل 20 بالمئة بسبعين كيجي بسبعين كيلوغرام يقول انه الخارج الخلايا هذا بحد ذاته ايضا اقو مكاني يتواجد بيهم الماء خارج الخلايا اولا انت انترستيشيال فلوود اللي هو المساحة المحيطة بالخلايا واللي هذي تشكل 75 بالمئة من هذا الماء الموجود خارج الخلايا يعني احنا ساعدنا ماء بكل الجسم محين قسم قسمين القسم الاكبر هو ماء داخل الخلايا والقسم اصغر هو ماء خارج الخلايا وهذا الماء الذي خارج الخلايا ينقسم الى مكانين يتواجد في مكانين مكان الاول ياخذ النسبة الاكبر اللي هو انترستيشيال فلوود اللي هو النسيجة المحيطة بالخلايا والنسبة الأخرى اللي تاخد 25 بمية فقط اللي هي البلازمة كمية البلازمة اللي هي موجودة داخل البسلز نفسها هذا فيما يخص الخارج الخلايا أما داخل الخلايا فهو هناك كاتب أنه الـ RBC Volume 2.8 يعني موجود حتى بالـ RBC إذن باوع لهذه Blood Volume يساوي تقريبا 6 لتر حسنا الـ Hymatochrist تقريبا 45 بالمية من وزن الشخص مو من وزن الشخص لا هي نسبة مؤوية بس من نسبة شنو المهم حتى نحفظ نقول High Potassium Intracellular اللي لازم نعرف كونات الجسم سواء كانت داخل الخلايا أو خارج الخلايا فإحنا ساعدنا القادة اللي ذكرناها 60 بالمية من وزن الشخص و40 بالمية من هذه 60 بالمية هي Intracellular داخل الخلايا و20 بالمية من هذه 60 بالمية هي خارج الخلايا فهذا كل يتب بالمية of body weight for average person يعني معدل الشخص الطبيب يقول إنه إحنا عدنا هسا 60 بالمية total body water 40 بالمية Intracellular داخل الخلايا داخل الخلايا بالأساس Composed شنو موجود داخل الخلايا عدنا بوتاسيوم وعدنا ماغنيسيوم وعدنا Organic Phosphates من أمثلتها الـ ATP باحدنا بوتاسيوم وماغنيسيوم Organic Phosphate ذولة داخل الخلايا أما خارج الخلايا قلنا نسبة سماعة 20 بالمية يتكون على أعمل أغلب من Sodium Chloride وHCO3 باحدنا باحدنا باستخدام radiolabeling albumin albumin هو بروتيين موجود بالبلازما وال radiolabeling يعتقدون أن نضع لابل نلونا بحيث نشوف كمية الالبومين ومن خلال نقيس البلازما الأكسترا cellular fluid يعني اللي خارج الخلايا يقول انه can be measured by inurine نقدر ننقيس ال inurine عن طريق ال inurine او المانيتول ننعرف ال inurine هسا نحن نصل لهو يترشح كله بدون و المتبقى منه secreted او ليس بي secretion ليس بي absorption المهم انه هو طريقة مضبوطة و مضمونة للقياس فنقدر ننقيس الاكتراسلير ال volium عن طريق ال inurine عن طريق المانيتول يقول منك معادلة هنا معدنا سيروم osmolality تساوي 275-295 ملي اوزم على ال KGH2O و ال plazma volume هو tissue by availability total body volume total body volume ف ال plazma volume يعني حجم ال plazma و ال plazma اللي هي احد المكونات الموجودة داخل بالاضافة الى كرية الدم الحمراء اوكي فال plazma فهي عياسة هي total body volume total body volume وال plazma volume total body volume او تتوقع انه مضروبة في واحد ناغص سوف نأتي الآن على الجليميريال فرتريشن بارير الجليميريال فرتريشن بارير هو عملية ترشح المواد من الدم نحو البومان كابسول سيتم عن طريق عدة طبقات أولاً لدينا الاندوثيليم وبعدين لدينا الباسمت ممبرين اللي راح يلتقي به وعندنا كذلك البودوسايتس مول البومان كابسول فيقول أنه هذه عملية الترشح أساساً تعتمد على جزئيتين مهمتين الجزء الأول حجم الخلية المترشحة والجزء الثاني الشحنة مال الخلية المترشحة يعني هنا نختار الشحنة الجدار العازل هذا يختار يعبر الشحنة الصالبة لو الشحنة الموجبة وكذلك أحجام يعبرها وأحجام لا يعبرها فعمم أن يقول الإجلميري للفلتريشن بريير اللي هو هذا الحاجز مكون من مثل ما قلنا فانستريتت كبلري اب اندوثيليم يعني خلايا الاندوثيليم اللي مثقبة اللي بين خلية وخلية أكوثقب يعبر من خلال المواند المترشحة وكذلك بيزمت ممبرين اللي هو بي طيب مكونات الباسمت ممبرين هي عبارة عن النوع الرابع من الكولاجين وكذلك الهيباران سولفيت والطبقة الأخيرة هي اللي هي الطبقة الداخلية أو القريبة من الأحشاء بسرة أحشاء يعني اللي هي إلى باطن اللي بليميليوري الصائرة قريبة كل شيء من اللي بليميليوري إذن باوع للصورة هسا عدنا شنو عدنا هذا معناه هذا ذصل اللي هو الارتريول هذا الارتريول فهذا الارتريول بيذني الخلايا الدائرية الزغيرة ذول اندوثيليم راح يترشح من خلالهم الدم راح ينتقي بهذا الطبقة الوردية اللي هي بليمريل البازمت ممبرين ثم راح يلتقي بهذا الخلايا الخضراء اللي هي البروضيات ونفس الشيء الطبق سبحان الله بالحالة الطبيعية هذا والإندوثيليم إذن يعني وهذا البيسمنت من برين هنا وعندنا هذا اللون هم غامق هم البيوتسايت فوتو بروسسس تكملة الشريح يقول أنه يقول أنه يحتوي على شحنة سالبة من الالبومين نحن نعرف أنه يعني حتى بالفيزياء الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب فإذا حدنا شحنة سالبة إجت يم شحنة سالبة رح يتنافران تمام لكن مثلا إذا شحنة سالبة إجت يمها شحنة موجبة رح يتجاذبان يقتربون يعني واحدة تتفعل مع الأخرى فلي عندنا إحنا حدنا الثوابت شنو أنه الكلوميري هو سالب الشحنة لكن اللي أنه يحتوي على غراكوكروتينات سالبة الشحنة فبالتالي هو رح يمنع أنه دخول الشحنات الموليكي وظل شحنتها سالبة من أمثلة الالبومين فما يسمح لها بالدخول أما السيز بيريار فهذا بالنسبة للعائق الأول يعني النوعي من العائق اللي تسمح أو تعرق المرور المواد من خلالها أثناء عملية الفيكتريشن فهذا العامل الأولي هو عامل الشحنة والعامل الثاني هو عامل الحجم فيقول هالمرة أنه الفنستريتيد كابلري اندوثيليم يعني هذي الخلايا مع الفسل مع الأرتريول اللي هي بين هن فنستريشن فذولة شو نعيدهم قال يقول أن الفنستريتيد كابلري اندوثيليم يعني يمنع دخول الخلايا اللي أكبر حجمها أكبر من 100 نانومتر أكبر من 100 نانومتر فمنوع دخولها فيقول الفنستريتيد كابلري اللي هي أكبر من 40 إلى 50 نانومتر أوكي عدنا نوع السائز بريير يشتغل على مستويين المستوى الأول هو مستوى الكابلري اندوثيليم من خلال ذلك الخلايا أوكي هذه الأسهم اللي دع أرسنها فهذه الخلايا لا تسمح بعبور خلية أو مكون من مكونات الدم حجمها أكثر من 100 نانومتر وأكبر آخر اللي هو السلتس السلتس هي هذه الأماكن اللي صايرة بين البودو سايتس هذه السلتس تمنع دخول تمنع على مستوى أدقي يعني تصير بعض أكثر دقة بدخول المواد تمنع دخول المواد اللي هي أكبر من 40 إلى 50 نانومتر أوكي فرح يصير بعض عائق أكبر هنا تسمح أقل من ما تسمح بأكثر من 100 هنا ما تسمح بأكثر من 40 إلى 50 نانومتر أي 40 إلى 50 نانومتر وهذا هو جيد نجعل رينال كليرنس مسألة المعادلات أوكي عدنا شنو عدنا سي اكس أول شيء خلنعرف سي اكس هو كليرنس أو اكس فيعني كليرنس تصفية المادة أكس أوكي اللي وحداتها مقاسة مليليليتر على منت تساوي تساوي يورن كونسنتريشن من هذه المادة يعني تركيز هذه المادة في الإدرار في اليوران وكذلك مضروبة في V طبعا ال V هي اليوران فلوريت معدل فلو مال اليوران هذا ال V هو معدل فلو مال اليوران مقسم على ال PX اللي هو ال Plasma Concentration of X أوكي ينقص بالملغرام على مليلتر أوكي فهسا شو عدنا المعادلة عدنا التصفية أو ال Clearance إما إحنا هذا دائما نحتاج نحسبها للمواد رجل نشوف حل هذه المادة يتم تصفيتها بشكل كبير بحيث تبقى كمية قليلة منها بالدم لوت يتم تصفيتها بشكل قليل بحيث تبقى كمية كبيرة منها بالدم فال Clearance مع المادة الفلانية يساوي تركيز هذه المادة الفلانية في اليوران مضروب بسرعة الفلوريت مع هذا اليوران وهذولا كلهم مقسمين على ال P اللي هي تركيز هذه المادة في البلازمة في الدم وليس في اليوران فإحنا نستعدنا تركيزها باليوران مضروب طبعا بسرعة اليوران الفلوماتة مقسم على ال P اللي هي تركيز هذه المادة في البلازمة راح يساوي منها ال Clearance ال Clearance اللي هو شنو يعني ال Volume of Plasma from which the substrate is completely cleared in the pair unit time يقول يعني هذا ال P لما راح يطلع عندنا هذا الناتج هو يعني هذا حجم البلازمة يعني حجم شيء كان يمشي بالدم يعني ناخذ كأنما ناخذ قطعة من الدم قطعة من البلازمة قطعة من السائل اللي يمشي بالVessels فهذه القطعة راح اللي اللي wow is completely cleared in the unit pair unit time يعني هذا القطعة تماما تنظف طبعا هذا القطعة المفروض أنه بيها المادة X المادة X المادة X المادة X المادة X المادة X فهذه القطعة راح تعبر يصير بيها Filtration وراح تذب مكوناتها ضمن الإدرار تمام فبليورن هذه القطعة نفسها يعني completely cleared in the unit pair unit آه أوكي يعني حجم هذه القطعة من الدم التي بعد أن تمر بعملية الفلترة اللي تصير بالكيدني خلال الخلية راح تنتج نفس هذا القطعة الكمية لكن فارغة تماما من X يعني لا تحتوي على X نهائيا فهذا الكليرانس مع المادة X يساوي حجم يعني حجم أو الفوليوم مال هذه القطعة من البلازمة التي لو مررناها بالكلة وأجرينا عليها عملية الفلترة الفلتريشن والتنظيف راح تنتج فارغة تماما وما بها أي X متبقية كل الأكسات منها تروح فبالتالي هو هذا الكليرانس يقيس أن الفوليوم of the plasma كمية البلازمة التي لو مرت بالكلة وتمت بعملية الفلتريشن والتنظيف وهالأمور راح تكون خالية تماما من الـ X الموجودة في داخلها فبالتالي الكليرانس مع المادة X يعني يقيس حجم البلازمة التي كانت تحتويها ومن ثم خلال وقت محدد مرت بالكلة وتنظفت تماما من المادة X تخلصنا تماما من المادة X فلو كانت معلومة أخرى أنه لو كانت الكليرانس للمادة X هو أقل من المادة X معناها فلو كان هذا المادة X هو أقل من GFR اللي هي المادة X هي معدل تنظيف الغلوميليلر يعني أو معدل فلترة الغلوميليلس يعني بما معناه المعدل اللي من خلاله أو باعتمادا علي تخرج كمية هذه المواد من الغلوميليلس نحو البومان كيبسول فبالتالي لو كانت الكليرانس اللي حجنا عنهتونا هي أقل من GFR فمعناها بهذه الحالة أكو ري أبسوربش إعادة امتصاص أو أنه هذه المادة ما تفرغت كليا أثناء عملية الفلتر يعني الدم احتفظ بجزء من هذه المادة ولن يخرجها أثناء عملية الفلترة أو أنه أنه لتوبيولز أو لتوبيولز محيطة بالتوبيولز قررت أن تعيد امتصاصها من اليوران ولا تخرجها جميع باليوران لا قالت خلي احتفظ بيها هذا لو وجدنا أنه الكليرانس مع المادة X أقل من المادة التي ممكن تكون معدل ثابت للشخص بظروف ثابتة طيب الاحتمال الآخر لو كان هذا الكليرانس مع المادة X هو أكبر من المادة معناها أنه بهذا الحال التوبيولز يعني اللي دا تمشي اليوران خلالها دا يضاف لها بعد secretion من البسلز المحيطة بيها بدأ يصير عندنا نات tubular secretions يعني هذه المادة هي صحت فلترت وخرجت بلت تيوبيولز لكن حتى أثناء مرورها بلت تيوبيولز هي لا تزال تفرز من البلت فلت المحيطة تفرز إلى داخل هذه تيوبيولز أما إذا كان الكليرانس مع المادة X يساوي LGFR معناها لا يوجد secretion ولا يوجد reabsorption معناها لدى نفرز هذه المادة بالكلة ولدى نسويها إعادة امتصاص فلا أكو صحب إضافي ولا أكو استرجاع إضافي لا هو نفس الكلامل glomerular filtration rate يقول أنه inulinic clearance can be used to calculate GFR اللي هي glomerular filtration rate يعني because it is freely filtered and is neither reabsorbed nor secreted نحن نعرف أنه أكو بعض المواد لما تدخل بهذه يعني هذا efferent arteriol يسوي لفلف لفهيت شيء وبعدين يطلع as efferent وكي وهنا عندنا البومان كابسول لطيف وهذا efferent قادم فبعض المواد ما تترشح كلها تبقى موجودة هنا تترشح جزء بقيط بسيط من عندها وبعض المواد تترشح كلها مثلا هذه المواد موجودة هنا لون هنيلي تترشح كلها وأكو بعض المواد دعني نكمل هذه وبعض المواد تفرز مرة أخرى نحول نحول تيوبيول وأكو بعض المواد حلقة ما نريدها ونحتاجها راح نحاول نمتصها مرة أخرى من خلال تيوبيول فالامتصاص خلال تيوبيول يسمى reabsorption والإفراز خلال تيوبيول يسمى secretion وعملية الفلترة فممكن تكون completely filtered يعني كلها تفلترت يعني كلها خرجت شنو أكو كمية موجودة خلال هذه الاجلمريلس كلها خرجت وأكو incompletely filtered معناها مون كل الكمية خرجت لا احتفظنا بجزء من عدها داخل الاجلمريلس أكو جزء تفلتر الخارج وجزء لم يتم فلترته إذن فهسا يدي يقول أنه الانيولين هي من احد المواد أو هي المادة اللي الكليرانس مالتها عملية هذه معادلة الكليرانس نستخدم الكليرانس للانيولين حتى لما ننقيسه هو رح يساوي الGFR رح يساوي الاجلمريل الفلتريشن ريت ليش يساويها لأنه هذا الانيولين تماما رح يتفلتر كل رح يتفلتر ما رح يبقى جزء من عنده بالاجلمريل نهائيا وبنفس الوقت لا رح يفرز مرة أخرى ولا رح يعاد امتصاص مرة أخرى لا رح يصير بساكريشن ولا رح يصير بري أبسوربشن يعني كل كمية الانيولين الواصلة نحو الاجلمريل سوف تتفلتر وتخرج إلى التيوبيول وأثناء مرورها بالتيوبيول ستخرج بسلام لا يدخل بعد انيولين عن طريق ساكريشن ولا يعاد امتصاص الانيولين نحو الدم مرة أخرى فلذلك نستخدم الانيولين على موت هذه المعادلة يقول أنه المعادلة ما للانيولين الكيرانس ما للانيولين يعني هي نفس التي توقعنا بها الحالق أن الكيرانس الانيولين يساوي الـ GFR وهو نفس يساوي المعادلة اللي قلناها فوق اللي هي ال-U of انيولين يعني ال-Urine concentration of انيولين تركيز الانيولين بالإدرار مضروب بالفلو ما الادرار وكل مقسم على تركيز البلازمة مع الانيولين يعني تركيز الانيولين الموجود بالفلازمة فطبعا هنا عندنا الكي-F هو معامل ثابت يعني رقم ثابت ما يتغير رح نيجي هسا على معادلة الضغوط يعني هذه العملية المعادلة كلها ممكن أن نستبدلها بهذه المعادلة نستبدلها بهذه المعادلة الأخرى الكي-F هو معامل ثابت هدنا P ترمز لل hydrostatic pressure وال P ترمز لل oncotic pressure اللي حتشينا عنهم بال cardiovascular system خلينشوف هذه الصورة طيب هذه الصورة لطيفة هذا الدم الخطوط الزرقاء هذه الخطوط النيلي هذه هي عبارة عن الفلوما للدم تمام فهذا الدم طالما هو موجود بالفصل هو عنده قدرة على أنه يدفع نفسه خارج الفصل هذي أسهم الحمر هذي اسمها hydrostatic pressure ما ال غليمريل يعني باعتبار هذي غليمريل هذي غليمريل اسكوليتها غليمريل 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 قدرة الدم الموجود داخل هذه غليمريل على أنه يدفع نفسه نحو الخارج تمام نحو خارج الفصل و بنفس الوقت الدم الموجود داخل هذا الفصل عنده قدرة على سحب المواد من خارجه إلى داخله تمام عنده قدرة على أنه يسحب المواد فهذا يسمى oncotic pressure اللي نرمز لها pi وال hydrostatic pressure من نرمز لها pi فهذا بما معناها oncotic pressure ما لغليمريل كابسول يعني الغليمريل غليمريل غليمريل قدرة على أنه تسحب السوائل من خارجها طيب البومان كابسول ما بيها ضوء لا أكيد البومان كابسول اللي هي هذا التجويف الأصفر أيضا عنده hydrostatic pressure اللي هو قدرة على دفع محتوياته نحو الخارج هذا يسمى hydrostatic pressure هذا hydrostatic pressure مع البومان كابسول من داخل البومان كابسول نحو الخارج فهذا hydrostatic كابسول مع البومان كابسول وكذلك البومان كابسول عندها قابلية أخرى اللي هي اسمها oncotic pressure يعني تسحب الدن المكونات إلى داخلها تمام فأيضا هذا oncotic pressure اللي يسحب المكونات من خارج البومان كابسول إلى داخل البومان كابسول فرسمت هواي أسهم فالفكرة أنه المعادلة هي عبارة عن طرح الضغوط من بعضها يعني الضغوط المتشابه hydrostatic pressure مال glomerular capillary ناقص الhydrostatic pressure مال بومان كابسول وثم نطرح من عند عموما الoncotic pressure مال glomerular capillary ناقص الoncotic pressure مال الباسمنت مال بومان كابسول يعني أي أوكي رح نرجح البومان space oncotic pressure normally equal zero kf filtration coefficient نحن قلنا أنه kf هو ثابت اسمه filtration coefficient يعني رقم ثابت و الملاحظة يقول عادة الoncotic pressure مال بومان space يعني الoncotic pressure مال هذا الفراغ هذا الفراغ الاصفر اللي يسحب المواد الخارج عادة صفر لأنه عادة البومان space هو المفوض أنه عند القابلية على أن يسحب المواد من خارجه نحو داخله لكن عادة يكون عادة الoncotic pressure داخل البومان space يساوي صفر يقول أنه normal GFR نحن نعرف تقريبا تساوي للشخص العادي 100 مليلتر permanent يعني 100 مليلتر من البلازمة تنظف تماما خلال دقيقة واحدة يقول أن ال يساوي تماما GFR لأن لا بي secration ولا بي reabsorption لا بإفراز ولي بإعادة انتصاص تمام طيب الكرياتينين شنو يقول الكرياتينين clearance هو التقريبي هو approximate measure of GFR يعني يقارب GFR لكن لا يساويها تماما فيقول أنه slightly over estimated GFR يعني الكرياتين clearance شوية أو قليلا هو أكثر من الجي فار الطبيعية ليش لأن الكرياتين is moderately secreated by renal tubules لأنه الفرق هالمرة من الكرياتينين يفرز بنسبة ضئيلة نحو tubules نذكر هذا tubules رسمنا فقلنا أن الإيميونين لا يفرز ولا يعاد الامتصاص هنا قلنا لا يفرز ولا يعاد الامتصاص راح يجي الكرياتينين لأ عنده نسبة قابلية بسيطة على أنه يفرز داخل هذا tubules يعني يتفلتر هالأمور كليتها لكن بنفس الوقت أكو قابلية أن يضاف على الكمية المتفلترة أساسا فبالتالي هذا جزئيا slightly overestimate الجي أف آر بالنسبة لهذا الغراف خلي نشوف عندنا الـ X axis اللي بي هو glomerular filtration rate جي أف آر وعدنا plasma كرياتينين طبعا هذا يقارن الكرياتينين يعني ترشيح الكرياتينين بالglomerular filtration rate أوكي فلما تكون GFR يعني طبيعية وسليمة ولطيفة مثلا 150 125 نحن نعرف أن الكرياتينين مادة سيئة نحن لازم نتخلص منها فالكلدة تتخلص بشكل طبيعي ولطيف وما عندنا أي مشكلة بحيث أنه هذا الغراف يعني نسبة الكرياتينين مو عالية أقل الواحد هنا فكمية الكرياتينين مو عالية بالبلازمة طبعا أثناء الدم وهنا أيضا الكرياتينين موجود بالبلازمة أيضا قليل كرياتين موجود بالبلازمة قليل ليش؟ لأنه الـ GFR جيدة ممتازة زينة طيب لنفترض كمارات أصاب الكيلة فبدأت الـ GFR يعني قابلية الكيلة على الفلترة والترشيح بدأت تتقل فبدأت تتقل بهالاتجاه صارت بدل ما 125 مثلا صارت 100 بعد 100 قلت نحو الأسوأ صارت 75 ومن ثم صارت 50 ومن ثم صارت 25 يعني بدأت صحة الكيلة تتدهور الـ GFR بدأت تقل قابليةها على الفلترة والترشيح بدأت تقل فلما بدأت تقل معناها نسبة الكرياتين ضدن راح تبدأ تزداد تصعد كل ما تزداد الـ GFR سوءا يعني كل ما تقل قابلية الكيلة على الترشيح والتلظيف معناها نسبة الكرياتين بالبلازمة راح تزداد وده نلاحظ أنه تقريبا يعني هنا 60 هذا من رقم 60 بين الخمس وزي يعني لما الـ GFR تكون 60 معناها لا بعد هذا هو هواية راح تصعد الكرياتين بالبلازمة يعني لما تصعد بالبلازمة معناها مدى تترشح مدى تتنظف من البلازمة البلازمة تروح للكيلة لكن الكيلة مريضة فما عندها قدرة على أنه تنظف هذا الدم تنظف هذا البلازمة من الكرياتين لأنه الكيلة مريضة الـ GFR مارسها قليلة فبالتالي تبقى الكرياتين موجودة بالبلازمة نطلع من البلازمة بسهولة تمام؟ هذا فيما يخص الـ GFR راح نرجع على الـ Renal Blood Flow يقول أنه Autoregulatory Mechanisms يمكن أن ينزف تضع الـ Renal Blood Flow ومعجز لتضع الـ من أكبر أو تضع في رنال تضع أو تضع رنال أو تضع المريل التضع يقول أنه أكو Autoregulatory Mechanism يعني طرق Autoregulatory تلقائية التنظيم تلقائية التنظيم وين موجودة هذه موجودة بالكلة لماذا موجودة ومهم هذه الطرق التلقائية التنظيم حتى تحافظ على كمية ثابتة من الـ Renal Blood Flow يعني كمية ثابتة من الدم القادم نحو الكلة لا أزود من الحد الطبيعي ولا أقل من الحد الطبيعي وكذلك تحافظ على الـ GFR بمعدل ثابت الـ GFR تسعد وتقوم ترشح كل شهوية يعني من الدم ولا تقل وما ترشح الدم من مكونات السيئة أصلا يعني فحتى نحافظ على الثوابت إذن رح قدنا سبحان الله Autoregulatory Mechanism حتى نحافظ على الكلة من زيادة أو النقصان بالـ Renal Perfusion that could cause Renal Injury or Decrease Climular Filtration Rate حتى لو إجانا كمية كبيرة جدا يعني مريض عند ضغط عالي للدم كلش عالي رح يجي ضغط دم عالي للكلة فهال Autoregulatory Mechanism رح تحاول تسيطر على الضغط وما تخلي الكلة تستنى الضغط عالي مرة وحدة وبنفس الوقت إذا مريض عنده ضغط كلش قليل وHyper Perfusion مدى يوصل الدم الكافي للكلة فهالي Autoregulatory Mechanism رح تحاول تزود الدم القادم نحو الكلة حتى الكلة ما تفشل كليين وتخرب فذول الميكانيزم عندنا ما يجنق يعني إلها علاقة العضلة المحيطية أو أي ممكن وكذلك الميوجينيك من أصل العضلة يعني هو رح يسبب زيادة arterial pressure يعني رح نحس أنه كمية الرين البلد في الوقت قليلة كمية الدم الواصل الكلة قلت فسبحان الله رح أكو طريقة مايوجينيك تزود arterial pressure شلون لأنه تصير عندنا أو أوكي لا هو الافتراض يعني البداية هو بعد يقول بأنه عندنا ضغط عالي جاي للكلة يعني عندنا زيادة ضغط الدم مريض عنده ضغط دم كلاش عالي فبالتالي ضغط الدم الواصل نحو الكلة عالي فشنو رح يتحسس بالكلة رح يتحسس الرج رس أفرانت أرتريول الأفرانت أرتريول هو الأرتريول الداخل إلى القليمريلس صار تمدد بي زيادة معناها حسينا ضغط هذا الأفرانت أرتريول عالي معناها رح يصير ميكانيكال اكتيفاشن باسكولر سموف مصول تمام فالباسكولر سموف مصول موجود بجدران هذا الوعاء الدموي جدران هذا الأرتريول رح تؤدي إلى تقلصه رح تسبب بتقلص الفازا كونستريكشن بهذا الأفرانت أرتريول اللي كان الضغط بعالي لما تسبب ب معناها رح تقلل كمية الدم الواصلة نحو الكلة وهو هذا اللي ريده احنا ما ريد كمية الدم جدا عالية واصلة للكلة لأنه فمن حسينا الضغط عالي معناها رح توصل لنا كمية كبيرة من الدم فضيقنا هذا الفصل حتى لما يضيق الفصل ما يسمح بمرور كمية كبيرة من الدم داخلة وهذا الخطوة الأولى تمت بسلام والحمد لله طيب الحالة الثانية هذي رح الجهاز هذا او الميكانزم هذي رح تتحسس ومو الضغط رح تتحسس الزيادة بالصوديوم كلورايت او زيادة بالتونيسيتي الشد ما الفلتريت يعني التون مات او الفلتريت او هو بالواقع التونيسيتي الفلتريت مو مقصد بها جدا وانا مقصد بها تركيز مانا هو دا يقصد الفلتريت فيعن التوبية لغليماريلا رح تتحسس الزيادة وكذلك التونيسيتي الفلتريت يعني تركيز المواد المتفلترة شن اللي رح يحس من اللي رح يقوم بعملية الاحساس رح يؤدي ها الماكلة دنسة هي الخلايا اللي ذكرناها قبل شوية بال هذه الماكلة دنسة أوكي هذه الماكلة دنسة اللي هي هذه الخلايا الموجودة هنا هذه رح تتحسس زيادة بال NACL أو تتحسس زيادة بال الفلتريت يعني بالتونيسيتي الفلتريت فرح تؤدي إلى باراكراين دريفن بازو كنستركشن أفرانت أرتريول رح تفعل البراكراين احنا عرف أنه أكو اندوكراين و باراكراين فيعني ليس هرموني قريب من الهرموني ولكن ليس هرموني بازو كنستركشن أفرانت أرتريول فرح تتشغل هذه ورح أيضا تؤدي إلى تضيق بالأفرانت أرتريول القادم مما يؤدي إلى قلة بال رينال بلاد فلو فرح يقل الرينال بلاد فلو القادم نحو الكلا يعني كمية الدم الواصل نحو الكلا وبالتالي يكون حققنا مرادنا ولله الحند طيب رح نجي على ال إفكتيف رينال تلازما فلو إفكتيف رينال تلازما فلو يقول إنه إفكتيف رينال نقدر باستخدام ال para amineutic para amineo hypeuric acid para amineo hypeuric acid clearance يعني نحن نستقل جي أف آر نقدرها تماما اعتمادا على الإنيولين بالضبط تساوي الإنيولين لكن نقدرها أيضا باستخدام الكرياتينين لكن الكرياتينين شوية أكثر من الجي أف آر طيب هسا رح نجي إلى مادة أخرى هي ال para amineo hypeuric acid هذي لكلير اسمالتها يقدر ال effective renal plasma flow فيقول بين الفلترation وال secretion there is nearly 100% of all para hypeuric acid that enters the kidney يعني عدنا المريلس وعدنا هذا البومان كابسول محيطة بيها تمام وهذا البومان كابسول تنتهي بالtubules تمام فديصير عدنا عملية فلترة ونفس الوقت يبدو انه ديصير عملية secretion ايضا ايضا فالعملية الاولى ديصير فلترة لهذه المادة اللي اسمها pah وكذلك ثم بالtubules بعد مرور وقت يعني لما اليورن يتجمع هنا سلقانستريت هنا رح ينفرز ايضا ال-pah فبينهما بين هنا وبين هنا اللي صار هو عملية excretion كاملة 100% نسوي excretion المن لكل ال-paramino puric acid يعني كل ال-paramino puric acid اللي كان موجود طلع كلها طلع كلها تفلتر ومش بالليورن طيب فيقول انه ال-paramino 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 يساوي رين ال-paramino على واحد ناقص هيموتوكرة هذه المعادلة اخرى طيب يقول 20 الى 25% من cardiac output يعني كم الكمية اللي يضخها القلب رح تاخذ من عندها الكيلة تقريبا من 20 الى 25% بسبب او بفضل هذا ال-paramino اللي موجود سواء قل زاد الدم اللي طالع من القلب دائما تاخذ نسبة من عندها القلب يقول انه effective renal plasma flow underestimates true renal plasma flow slightly يقول طبعا هذا المقياس اللي احنا قصناه عن طريق ال-paramino hepuric acid هذا ينطل تقدير اقل بقليل لواقع الامر اللي هو التro renal plasma flow يعني هو ينطل تقدير مشابه لكن مو تماما وانما اقل من الحد الطبيلي طيب فهسا مثلا شو داي يقول هذي عدنا ال-paramino hepuric acid داي يدخل اثناء ال-afferent arteriol يعني ال-arteriol القادم وداي يستمر بليبلوماريولاس ومن ثم يخرج على ال- efferent arteriol تمام فطبعا هذي efferent arteriol فداي يقول انه اقوى عاملين يؤثرون على ال-paramino hepuric acid اولا كونه يفرز يتفلتر هنا وكونه يفرز هنا يعني عاملين همينا فلترة 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 و بالاضافة للفلترة اكو secretion 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 فرح نوصل 100% execrated يعني اذا باقي جزء من عنده اثناء بعد ما يطلع عن ال-paramino ما تفلتر فهذا الجزء الباقي راح يتفلتر ويصير هنا اوكي وهذا المقصود اذا between filtration and secretion يعني احنا قلنا معنا ما العلاقة بهذا ولا العلاقة بهذا يعني بما معناه عدنا عاملين يؤثرون على paraminohepuric acid اوكي العامل الاول هو الفلترة العادية اوكي والعامل الثاني هو secretion فبالتالي 100% من عنده الparamino hypuric acid راح يصير بي secretion جيد الحمد لله الحمد لله طيب عندنا الفلترation نقراله نقراله اشتركوا في القناة